موسيقى نظارة جدتي تضيع جدتي نظارتها كثيرا وتسأل نفسها أين وضعتها يا ترى جدتي تحتاجني دائما لأبحث لها عن نظارتها الضائعة تكون نظارتها في الحمام أو على سريرها أو فوق رأسها وحين أشير إليها بأنها فوق رأسها تتلوى من الضحك وتحمر خجلا من سهوها ثم تقول أصبحت عجوزا حقا شكرا لك حبيبتي لكنني هذه المرة لم أجد نظارتها لا أثر لها لا في الحمام أو على سريرها أو فوق رأسها سألت جدتي ماذا فعلت طوال اليوم وأين تنقلت أجابت لم أفعل الكثير زارتنا عمتك وشربنا الشاي معا وأكلنا من الحلوى التي صنعتها أمك وتبادلنا أخبار العائلة والجيران آه جدتي حبيبتي أريد أن أعف أين تنقلت لأحدد مكان نظارتك سألت أختي السؤال نفسه ماذا فعلت جدتي طوال اليوم أين تنقلت أجابت أختي كانت جدتي مشغولة اليوم فقد كتبت رسالة إلى أخيها آه أختي لا أريد كل هذه التفاصيل أريد فقط أن أعرف أين تنقلت جدتي لأحدد مكان نظارتها أخيرا سألت أم السؤال نفسه ماذا فعلت جدتي طوال اليوم وأين تنقلت أجابت أمي تحدثت جدتك هاتفيا ولوقت طويل مع خالتك وأنهت حياكة وشاح أختك ثم خرجت لتمارس الرياضة المشي ماما حبيبتي أكثر هذه المعلومات والتفاصيل لا فائدة منها إلا واحدة فهل عرفتموها يا أحباء الصغار صحيح فلحياكة الوشاح لا بد من استعمال النظارة فها هي ذي لقد كانت ملفوفة بخيوط وشاح أختي وإلى جانبها القلم غرفة جدي في بيت جدي غرفة تظل مغلقة باستمرار سألت جدي عن هذه الغرفة فلم يجبني سألت أمي وأبي فقالا لا نعرف ما بداخلها وأخبراني بأنها غرفة خاصة بجدي يجلس فيها ساعات طويلة رجوت جدي أن يسمح لي بدخولها لكنه رفض وفي أحد الأيام فاجأني بقوله سأعطيك مفتاح الغرفة عندما تكبر فأجبته على الفور لكني كبير بعد شهر واحد سيصبح عمري عشر سنين ضحك جدي ثم قال لا بأس لا بأس بعد شهر إذن ذهبت إلى بيتنا وأنا أحلم بتلك الغرفة وصرت أفكر في محتوياتها وأعد الأيام يوما بعد يوم بقي أسبوعان أسبوع يوما وفي صباح عيد ميلادي العاشر استيقضت مبكرا جدا وذهبت مسرعا إلى بيت جدي المجاور لبيتنا وما إن فتح جدي الباب حتى قلت له ها قد أصبح عمري عشر سنين ضحك جدي هذه المرة أكثر من المرة السابقة وقال بكلمات متقطعة وهو يبتسم أنت طفل عنيد تعال خذ المفتاح واكتشف ما بداخل الغرفة سرت باتجاه الغرفة وسمعت دقات قلبي من شدتها فتحت الباب بهدوء ودخلت الغرفة بقيت ساعات أتنقل من كتاب إلى كتاب حتى أنهكن التعب أغمطت عيني قليلا بعد دقائق سمعت أصوات غريبة فتحت عيني فرأيت مجموعة من الكتب تتجه نحوي شعرت بالخوف الشديد وأغلقت عيني بسرعة اقتربت الكتب مني وسمعت صوتا وقورا يقول منذ زمن لم نعد نرى أحدا من الناس إن هذا الصبي يحب الدراسة ويحب الكتب لقد قرأ كتبا كثيرة في وقت قليل تحركت قليلا فأسرعت الكتب إلى أماكنها قمت من مكاني وخرجت لأستأدن جدي بنقل هذه الكتب إلى مكتبة عامة لينتفع بها جميع الناس رحب جدي بالفكرة وقال إنها فكرة رائعة الوحدة التانية الحكاية الأولى قطار المدرسة في الطريق إلى المدرسة كان هناك قطار قديم فوق سكة حديدية لا يتحرك ولا يطلق سفارته كنا نمر قربه ونسعد للعب في مقصورته فيأتي عمي منصور الحارس العجوز وينهانا ويمنعنا من الصعود فنجري في الحقول بعيدا عنه في الطريق إلى المدرسة كان هناك أطفال كثيرون يمرون أمام القطار القديم لقد قدموا جميعا من القرى المجاورة أو من الأحياء القريبة حل فصل الشتاء البارد وبدأت الأمطار تتساقط وصارت الطريق موحلة قلنا لعمي منصور كيف سنصل إلى المدرسة يا عمنا فقال لنا لو كان هذا القطار يعمل لحملتكم فيه إلى المدرسة فقد كنت سائق قطارات عندما كنت شابا قلنا له ألا يمكن أن تصلحه يا عمي فقال لنا تعالوا لتساعدوني على ذلك وبسرعة تجمع الأصدقاء والصديقات وتدافعوا نحو القطار هذا ينظف ما علق به من صدأ وهذا يطلي أبوابه بألوان الأزهار والورود انطلق القطار كان يحمل الأطفال طول الطريق ويسير بهم نحو المدرسة كانوا بنات وبنين من كل الفصول وكنا جميعا نغني مدرسة الحلوى مدرسة الحلوى الوحدة التانية الحكاية التانية سلوى وعلبة الأقلام سلوى بنت تعيش في قرية ولم يكن لها إخوة ولا أصدقاء وفي يوم من الأيام كانت سلوى في بيتها وحيدة قالت في نفسها وهي حزينة لو كان لي أخ للعبت معه في فناء الدار ولو كانت لي أخت لرافقتها إلى المدرسة سمعت الأقلام شكوى سلوى فخرجت من علبتها وقالت لها أرسمي يا سلوى طفلا سيكون لك صديقا رسمت سلوى خطا وقالت هذا ولد أرجو أن يكون صديقا لي قال القلم صورة الولد غير كاملة أرسمي له أذنين يسمع ما تقولينه ويصغي إلى دروسه رسمت سلوى أذنين فقال لها القلم ألا ترسمين له فمن كي يتكلم معك ويقرأ قصصا جميلة رسمت سلوى فمن فابتسم لها الولد قال لها القلم ألا ترسمين له يدين كي يكتب بهما ويلون ويرسم رسمت سلوى للولد يدين فلوح لها بهما قال لها القلم ألا ترسمين له رجلين كي يرافقك في الطريق إلى المدرسة وتلعب معا في الساحة رسمت البنت للولد رجلين فجر إليها وقال لها تعالي نذهب معا إلى المدرسة رجعت الأقلام إلى علبتها وأصبح لسلوى صديق يرافقها إلى المدرسة ويلعب معها في الساحة وفي القرية الوحدة الثالثة الحكاية الأولى فطور الصباح جلس سميح في صباح أحد الأيام مع والديه على مائدة الطعام وكعادته نظر إلى الطعام وقال لهما لا رغبة لي في الطعام وفجأة وقفت قطعة الخبز وسط المائدة وقالت أنا الغذاء الأساس أنا طعام كل الناس يأكلني الصغير والكبير ويحبني الغني والفقير أطل الحليب من الإبريق وقال أنا الطعام المفيد ينمو العدم مني ويزيد اشربوني يا أصدقاء تكبروا وتصبحوا أقوياء مدت قطعة الجبن رأسها وقالت إن أردتم صحة الأبدان عليكم بمشتقات الألبان قفزت البيضة وقالت أنا جميلة المائدة أنا الصحة والفائدة هذا يأكلني مسلوقة وليلا تفضلني مقلية مخفوقة ضحك العسل وزيت الزيتون وقال نحن الغداء الكافي نحن الدواء الشافي نحن اللذان تحلو بنا الخدود وتصير جميلة كالورود ابتسمت الخضار في السلة وقالت أيتها الطفلات الصغيرات أيها الأطفال الصغار كل الطماطم والخيار وكل أنواع الخضار تنشط طول النهار وقالت الفواكه أنا طرية بالفوائد غنية أمنع الأمراض أعجب البنات والأولاد نظر سميح إلى المائدة بشاهية مفتوحة وقال ما أنفع الطعام ينمي الأجسام ويقوّل عظام الوحدة الثالثة الحكاية الثانية ملك الفواكه والخضار اسمعوا يا أحباب يا صغار حكاية لطيفة حدثت هناك في سوق الخضار بين الفواكه والخضار قالت التفاحة بصدق وصراحة الأسد ملك الحيوانات والقفار والنسر ملك الطيور الصغار والكبار فلماذا لا نختار ملكا للفواكه والخضار أصغت البرتقالة الزهبية الجميلة ثم قالت أنا العصير العذب للطفولة وسأكون سيدة القبيلة ضحكت الفواكه وقالت مهلا مهلا يا برتقالة أنت لا تصلحين لهذه الحالة لأنك تأتين مثل الضيف تحضرين في فصل الشتاء وتختفين في الصيف وقفت الموزة الصفراء وقالت أنا الذهب الصافي أنا الغداء الكافي أنا الصحة والعافية أنا الواجبات الوافية فاختاروني وعلى عرش الملك ضعوني ضحك الجميع وقالوا يا موزة يا لطيفة يا ضعيفة أنت لا تصمدين يا صفراء إذا هاجمنا الأعداء الأقوياء رفعت البطيخة الحمراء رأسها بتتاقل وقالت إذا أردتم الحماية والحراسة فاختاروني للملك والرئاسة ضحكت الفواكه والخضار وعلى الضجيج في سوق الخضار وقالوا يا بطيخة يا كبيرة أنت لا تصلحين للدفاع والصراع تنهد المشمش وقال لن تجد مالكا ملائما هذا محال وتحرك الجزر نيابة عن الخضار وقال الخضر والفواكه أنواع وأشكال ولا واحد يصل إلى الكمال فيها السمين وفيها النحيف فيها القوي وفيها الضعيف تعالوا يا أحباب ويا أصدقاء تعالوا نتوحد ونتشارك وحدتنا أغدية بانية شافية وطعم لديد وصحة وعافية ترجمة نانسي قنقر